نحن مهجرين صرنا تقريبا من 2013 يعني ساكنين بالمخيمات نازحين فصراحة يعني وضع المخيم يعني وضع مزر جدا يعني طوفان بالنسبة عم بتصير سيول تفوت لعنا المي على الخيام في حالي صارت عندك حالة إسعاف صار عندك شي ما تستطلع المتور ما بتطلع يعني السيارة ما بتطلع يعني ديركتور ما أقول لك ديركتور مثلا جرار يجي ممكن بس ما في يعني عنا سيو عنا طوفانات عنا المنطقة هاي هوني من الطريق والشمال هوني وضع صعب جدا جدا يعني يعني إذا بالإمكان مثلا يعبدونا الطرقات مثلا أو جيبونا السيارات بحص أو بس إن شاء الله واحد يا أخي يقدر يطلع يروح يرجع يعني لو تفوتوا تشوفوا بين الخيام الوضع شوني يعني الوضع تعبان جدا يعني بعدين الوضع المعيشي بالنسبة للناس هوني يعني الوضع من سنة وهصب يعني الوضع صفر خالص نهائيا لا بي سرب غذائية لا بي لا وزعونا عوازل مثل خلق السنة يعني وزعونا خيام تعباني لا بتمسك مطار لا بتمسك شي يعني 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 ممكن بس ينظروا بحال هل أهل هل مخيم شوي يا أخي يا أخي بناس معدونا صفر يعني نهائيا خالص يعني بناس ميتة يا أخي حق رابط الخبز مع عمت الأخي ما بعيد يعني يعني شك والغير الله مذلي مثل ما بس ايش بدنا نحكي بس بس مخيم يا زباغ لا سيارات فوت علينا الطوافان روحنا زي مرضان عندنا مريض ما قدر نوصله للسفت وبدنا المساعدات منكم يا أخي تساعدونا تسويونا طرق وفاتت المية علينا على الخيات بدنا مخيم بدنا عوازل بدنا منكم مساعدات والمرضان عندنا ما قدر نوصله للمشفة اشتركوا في القناة